النهاردة كان عندي مجموعة من الموضوعات عايز اتكلم مع حضراتكم فيها وغالبيتها حول الشأن المصري من زوايا مختلفة سواء كان زوايا اجتماعية او ثقافية او اقتصادية او سياسية ولكن اسمحولي عايز ابدأ بموضوع فرض نفسه النهاردة على الاعلام والتعليقات وهو موضوع يتعلق بتصرحات الرئيس الامريكي جو بايدن اللي قالها مبارح الرئيس الامريكي اتكلم مبارح عن مجموعة من الامور وقشار ضمن ما قشار الى مسألة معبر رفع وقال ان يعني ان مصر بتغلق معبر رفع او قشار ان مصر اغلقت معبر رفع قبل كده ده كلام اللي اسرائيل قالته في امام محكمة العدل الدولية وما حدش خد بيه ومصر ردت ردود واضحة وصريحة تجاه المزاعم الاسرائيلية النهاردة بيلاقي الكلام ده رئيس الامريكي بيقوله وربما بيقوله الاول مرة احنا ماسمعناش الكلام ده قبل كده ورئيس الامريكي كان دائما يشيد بدور مصر في فتح معبر رفع وادخال المساعدات والتخفيف عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المستمر رئيس الجمهورية اصدار البيان واضح وجليه بيتحدث فيه عن هذا الموضوع وبيرد فيه على مزاعم الرئيس الامريكي مصر لم تغلق معبر رفع مصر مع ادخال مساعدات للشعب الفلسطيني مصر تستقبل مساعدات الدول المختلفة عبر مطار العريش وبتوصلها للشعب الفلسطيني ولما اسرائيل بتهاجم رفع الفلسطينية وتضرب المعبر من الناحية التانية مصر بتخش تصلح الامور عشان تدخل الشاحنات مصر موقفها واضح مع ايقاف القتال ضد استمرار العدوان مع انهاء معاناة الشعب الفلسطيني مصر بتؤكد دائما على عدم تصفية القضية الفلسطينية على حل الدولتين 80% من المساعدات اللي بتدخل عبر معبر رفع في مساعدات مصرية المسألة ليست فقط مسألة سياسية ولكنها وطنية واخلاقية بيشارك فيها الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص مصر سهلت ونقلت المسؤولين الذين رغبوا في زيارة المكان من دول العالم المختلفة مصر فتح المعبر امام معالجة او تقديم العلاج للجرحة والمصابين من ابناء الشعب الفلسطيني وحتى عبر المعابر المختلفة مصر كانت مع المساعدة في انجاح الهدن الانسانية والتأكيد عليها يعني أنا عايز اقوله ان المسألة واضحة وجلية وما قاله الرئيس الامريكي هو بعيد تماما عن الصحة بان الرئاسة جي في وقته تمام بيرد على هذه المزاعم وبيأكد كمان ان موقف مصر واضح مع حل القضايا الفلسطينية وحل الدولتين وعدم تهجير الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضايا الفلسطينية ومع ايقاف العدوان طب احنا نفهم تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن في اي اتجاه يعني انا مش عايز اقول يعني كلام الامريكيان نفسهم بيقولوه وسائل الاعلام بتقولوه مسألة تتعلق بالتركيز وبالذاكرة في التعامل مع الامور ايضا واضح ان الرئيس بايدن مش متابع لتفاصيل الملف الفلسطيني الاسرائيلي في هذه اللحظة ربما هو تارك هذا الموضوع لوزير الخارجية بلينكين اللي موجود في المنطقة وزار مصره يعني مطلع على الامور ايضا لديه مستشار للامن القومي جاك سوليفن هو ايضا مليم بالملف وزار المنطقة اكثر من مرة يعني اللي انا عايز اقولوه ان ما حدث من جانب الرئيس الامريكي لا يمكن يعني تفسيره او فهمه او قبوله سوى انه يعني تعبير في غير محله وعدم ادراك للواقع اللي موجود على الارض وما تقوم به مصر من دعم القضية الفلسطينية والعمل على انهاء هذا النزاع واحلال السلام والحديث دايما عن حل الدولتين وده المسألة الاسسية اللي بتصر عليها مصر واللي سبق واشادت الادارة الامريكية بالموقف المصري في هذا الخصوص ده كان موضوع احبب اتكلم عنه في البداية اشتركوا في القناة